السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أول الفيديو أنا بشكر كل إخواتي وكل حبيبي الناس اللي بتدعمنا باللايك والناس اللي بتشجعنا دايما وبتكتب تعليق محترم لكم مني خالص الشكر والاحترام والتقدير فيديو اليوم يا حبيبي هنقدر نعمل فكرة بس أنا هنتظر رد كل إخواتي وكل المشاهدين وكل المتابعين في أسفل الفيديو في التعليقات تقدر تقولي إيه أفضل حاجة ممكن نوظف فيها الفكرة بتاعتنا أنا معاك أن الفكرة مهمة لكل الناس وهتفيد كل الناس بإذن الله ولكن ننتظر منكم أنك تقولي إيه أفضل طريقة ممكن نوظف أنا في آخر الفيديو وفي أول الفيديو برضو هقولك إحنا وجهة نظرة أنا الشخصية اللي هقدر أوظف فيها الفكرة الفكرة ممكن تتوظف في حاجات كتيرة جدا ولكن ما ينفعش أنفرد برأيي ولكن لازم نشور أخواتنا وحبيبنا لأن القناة دي في الأول وفي الآخر قناتنا كلنا وإحنا كلنا إيد واحدة وإحنا كلنا أخوات هنقدر نعملها من مطور الغسالة الهاف اوتوماتيك القديم أو أي مطور موجود عندك هاف اوتوماتيك هتقدر تشتغل من خلاله أي مطور بيشتغل بالمكسف هتقدر عشان تقدر تلف في مين وتلف في شمال علشان تقدر توظف الدوران بتاع المطور في المهمة اللي إحنا هنعملها دلوقتي مبدئيا أنا جبت مطور غسالة هاف اوتوماتيك وصل عليه طرفين بتوع المكسف وفي طرف طالع كهرباء عمومي بس أنا عملت القاعدة اللي قدامك دي وسبتت عليها بالشكل ده عند الحداد مصمار اثنين تلاتة تلاتة مستمير وقدرت ألحمهم وسبتوا علشان يبقى تثابت معي بحيث لو أنا هحط المطور ده في البلكونة هقدر أشتغل من خلاله هحطه وسبته مثلا في مكان علشان أقدر أرفع بي باب أو أقفل بي باب وده وجهة نظري أنا إن إحنا ممكن نوظفه إن إحنا نفتح بي باب الجراش ونقفل باب الجراش على حسب رغبة إخواته حبيبي ما يكتبولي فيه التعليقات إيه الأطراف بتاعة المطور ده يا حبيبي أي مطور بيبقى مكتوب عليه طرفين للمكسف وطرف رايح على الكهرباء مباشرة طيب والطرف الثاني بتاع الكهرباء هيروح فين هقولك دلوقتي الطرف الثالث اللي جاي من الكهرباء المتين وعشرين هيروح فين يا حبيبي ده طرف عمومي البني ده طرف عمومي داخل مباشرة على المطور وكذلك الأمر عندك مطور المياه مطور المياه برضو بيعمل بالمكسف تقدر برضو تستغله وتقدر تعمل اللي أنت عايزه أي مطور بلف الاتجاهين هنقدر نوظف فيه الوظيفة بتاعتنا هندخل بقى الخط العمومي والطرف اللي هيفيدها هندخله على المكسف المكسف ده كان فيه حد من أخوتي بيسألنا وصله إزاي بيقول لي فيه أربع أطراف لا هما مش أربع أطراف هما طرفين ملحومين مع بعض زي ما انت شايف وطرفين تانين مع بعض يعني طرفين مش أربعة لو وصلت الاتنين اللي جان ببعض هتعمل قفلة يا حبيبي يبقى أن ده ما وصلتش حاجة كأنك ما وصلتش المكسف ولكن لازم تراعي الحتة دي إن كل قطبين مع بعض وقطبين التانين مع بعض هنا هنعزل بقى الأطراف اللي دخل على المكسف هنعزل للطرفين اللي دخلين على المكسف بسرعة زي ما انت شايف كده عزلناهم علشان خاطر ايه نبدأ نلمس عليهم الطرف التالت اللي داخل من الفيشة بتاعة الكهرباء المتين وعشرين على المطوم واحدة واحدة ويريت نشاهد الفيديو للنهاية علشان نقدر نستفاد يا حبيبي وانا دايما بكون حريص ان افيد اخواتي وحبيبي وربنا سبحانه وتعال شاهد على كل الفيديوهات بتاعتنا وعلى كل الاعمال بتاعتنا يعني الهدف الاساسي هو ان احنا نعمل عمل ينتفع به اخواتنا وحبيبي كده لحامنا طرف اللي جاي من فيشة الكهرباء اللي داخل على المطور مباشرة والطرف اللي هيفضل معايا ده بقى حبيبي هعمل به ايه زي ما انتم شايفين هنلمسه بقى هنوصل الكهرباء الاول وهنبدأ نلمس الطرف ده في اليمة ديت هيشتغل معايا يمين نلمس في الطرف التاني بتاع المكسف هيلف معايا ايه العكس يبقى هنجرب دلوقتي قدامك بالكهرباء هنوصل الكهرباء وزي ما انت شايف بلف اتجاه شايف الاتجاه بلف ازاي هنروح بقى نلمس في الرجل التانية الناس اللي مش عارفة الاتجاهات ازاي جماعة الرجل التانية هيلف معاياك العكس يعني نقدر نوظف المطور ده ان احنا عايزين نلفه يمين هنلفه نلفه شمال هنلف واي مطور بيعمل به النظام ده يا حبيبي هتقدر توظفه حتى لو كان مطور اكبر من ذلك بلف الاتجاهات زي ما انت شايف لما بدخل الفردة الكهرباء اللي جاية من المتين وعشرين بدخلها على الرجل دي بيلف اتجاهه والرجل التانية بتاعت المكسف بيلف الاتجاه التاني يبقى سهلة سهلة واي حد يقدر يعملها ويا ريت لو حضرتك مش فني تستعين بفني لو حضرتك ما عندكش الدراية علشان ربنا يحفظنا ويحفظك يا رب ونخاف عليك مل كهرباء هنا هنجيب مفتاحين بتوع جرس مفتاحين جرس زي ما انت شايف وهنبدأ نشتغل على الاطراف بتاعته علشان طبعا نوصل نحوز نلف في مين نلف نلف في شمال نلف هنا خدنا على زر الجرس الاولاني دول هتجيبهم من عند اي حد بتاع كطع غيار كهرباء اي حد يبيع كطع غيار كهرباء هنا خدنا كوبري بقى خدنا الطرف اللي جاي من الكهرباء العمومي على اول رجل فوق في الزر الاولاني وهنعمل بقى نظام كوبري كده يروح بنا على الرجل التانية بتاعت الزر التاني علشان يبقى الاتنين دول خط واحد تمام وهنشوف دلوقتي بعد ما نلحم ديت ونسبتها كويس ونقفل عليها هنقفل عليها بقى كده بالمفاك وهنوصلها مع طرف الكهرباء اللي جاي العمومي اللي انا كنت مسكه بإيدي وبحاول ابدل بيه ما بين اليمين والشمال انا كده سبت زر الفل هيجي بقى دور ان احنا نسبت الطرفين التانيين تمام هيجي بقى الدور ان احنا نسبت الطرفين التانيين احبايا هوصل طرف في الفتحة دي والطرف التاني هوصله هنا دول بقى مين اللي هنوصلهم الاطراف بتاعت المكسف اللي هم الصفر اللي انا بالمس عليهم يبقى هنوصلهم بالشكل ده اول طرف هنوصله بالشكل ده وهنربط عليه الاطراف دي بتاعت اللمبات الليد اللي هي بتنور الز해� ده مullaش علاقة بيهم اللي هم جايين كده ايه في الشاسية ومع القطع اللقم اللي احنا جايبين كده انا لحمت الطرف الاول بتاع المكسف هنجيب بقى الطرف التاني انا عملت الفكرة دي ليه بقى يا اخواتي يا حبايبي علشان خاطر نبدأ نغير عايز نطلع يعني الماتور يلف معايا يطلع لحاجة فوق السطح يعني زي نظام وينش كده تقدر تعمله وينش تلف كده يطلع معاك فوق تلف كده طبعا يلف الاتجاه المعافس لكن انا من وجهة نظري افضل طريقة شايف ان الفكرة دي تنفع فيها ان انا هجيب بكر هحط حاجة زي طنبورة كده او بكرة حديد غير البكرة اللي انا بشرح لك عليها هيبقى حاجة امتن وافضل بس انا بمجرد ان انا بديك فكرة نجيب بكرتين بكرة تسحب وبكرة تنزل ونقدر نفتح به الباب بتاع الجراش وننزل باب الجراش وانا شايف ان دي افضل الوسيلة وافضل طريقة ممكن نوظف فيها الفكرة بتاعت اليوم بس لو في حد من اخواتي ليه رأي تاني رأيك يحترم وعلى دماغي من فوق والله حتى لو بتنتقد بس يا ريت اي حد بينتقدنا يا جماعة ننتقد بعض يبقى فيه ادب وفيه اطار الاحترام النقد يبقى في اطار الادب والاحترام علشان خاطر نقدر نستمر دلوقتي انا ثبتت كل حاجة في الخزنة زي ما انت شايف وحطت لازق دابل فيس علشان نقدر نلزق دي مش شرط بقى انت تلزقها هنا انت ممكن تثبتها على باب الجراش على باب اي مكان انت حابب تستخدم الفكرة فيه كده ثبتنا وزي الفل كده بيطلع وكده بينزل بلف الاتجاه المعاكس نقدر نستفاد نقدر نستفاد هقولك تقدر تعمل بها ايه لان الفكرة دي هتنفع في حاجات كتير البكرة دي عايزين نركبها طبعا هنا مش هتركب معايا هنعمل ايه عشان نركبها هقولك هنعمل ايه بسرعة او حاجات موجودة متوفرة عند اي حد هتلاقيه هنجيب القطعة انا القطعة دي من اللي انا جبتها دي كانت ركبة اصلا في المطور لان انا ما جيت فكته من غسلة قديمة كان فيه نفس القطعة دي نظام بقى ايه واصلة كده هتقدر توصلها هنا كده جلبة وهتربط وهتركب فيها اكسي تاني انا انا بوريك ولكن انت تقدر تعمل الشغل ده في المخرطة على شغل اعلى من كده وانضف من كده بكتير بازن الله وتوزف الفكرة في حاجات كتيرة انا منتظر رأي اخواتي في التعليقات نوزف الفكرة في افضل حاجة ممكن نوزف الفكرة فيها ايه وانفيد اخواتنا ربما انا يعني يكون عندي خطأ او سهوة او نسيان يبقى احنا كلنا بنكمل بعض وكلنا بنفيد بعض ورأيكم يحترم يا احلى اخوات في الدنيا انا جبت الاكسي التاني ده ولحمتي فيه مصمار لحمتي فيه مصمار بسن علشان اقدر الف بالشكل اللي انتو شايفينه واقدر اسبت البكرة دي كده يا حبيبي وجبت استوانة قديمة علشان احطها زي نظام وردة نظام وردة واحط وردة تانية قضية شوية اه وهبدأ اقفل واركب الصمولة بتاعتي بعد ما اركب الصمولة بالشكل اللي انتو شايفينه هنربط بقى بالشكل ده وهنجيب الخيط ونبدأ نلف طيب انا هستفاد ايه لو انا عامل دي وانشي وبحاول اشد من تحت الفوق زي نظام السبت اخويا برضو لو كان سألنا على الفكرة نقدر نوظف الفكرة في حاجة زي كده نقدر نوظفها ولكن في حاجات كتيرة جدا انا ممكن البكرة دي تبقى حديد والكابل اللي بتلف ده يبقى واير واير يفتح معايا الباب بتاع الجراش برضو اخواتي هيسيبولي التعليق يقولوا كلامك يتنفع او ما تنفع وربما يكون في فايدة اكبر من كده ونقدر نوظفها برضو في لف الترانزات بتاعت النحاس في الملفات النحاس اللي اخواتي في الصناعية بيعملوها يقدر يوظف الفكرة برضو في الشغلانة دي تقدر تجيب مكسف تاني تقدر تجيب مطور اقل من داف العزم لو حابب تهد السرعة تقدر طبعا تدخى الكهرباء وتجيب مفتاح مروحة بحيث يدينا درجة السرعة تبقى بطيئة شوية سريعة شوية علشان ما يبقاش المطور سريع معنا في اللقاء نقدر نعالج كل الحاجات نقدر نعالج ولكن الفكرة القيمة ان شاء الله باذن الله وكل اخواتي هيقدروا يستفدوا منها باذن الله يبقى انا عندي زر بيطلع والزر التاني بيلف الاتجاه المعاكس ده كده بيسحب لفوق ولو هتلت تاني طبعا هيرجع معي انا منتظر من اخواتي وحبيبي يردوا علي في التعليقات ايه افضل طريقة نقدر نوظف فيها الفكرة ولو المطور ده نغير ونجيب مطور تاني انت حضرتك تسيب لي تعليقك اسفل الفيديو وانا علي بفضل الله سبحانه وتعالى اجيب كل المكونات وعملك الفكرة ولكن لازم نكمل بعض ولازم نشارك بعض يا جماعة نقدر نغير المطور ونجيب مطور تاني قول لي اعمل الفكرة دي وهنعمل بها ايه هنشغلها على الجراش هنلف بها ترانزيات هنشغلها وانشي طلع لنا الحاجات فوق مثلا فوق السطح ياريت حبيبي يسيب لي التعليق اسفل الفيديو وياريت انتظرونا في فيديو جديد ومعلومة جديدة في قناة اخيكم محمد الصفطوي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته